موسيقى انعقد اليوم الجمع الجهوي الاقليمي لسكك الحديدية فرع افريقيا والذي يضم مجموعة من الشركاء الافارقة في اطار الدورة الثالثة عشر وموازاتا مع الجمع تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات هناك بالموازات مع هذا الجمع هناك توقيع على ثلاثة اتفاقيات ديال الشاركة مع ثلاثة ديال الدول اللي هما الأشقاء ديال ساحل العاج ديال غينيا ودير بوركينافاس اين اعتقد توقع الى الحزميق مجموعة من ديال الدولة اتفاقيات عاش تجل لدي جمع الجمع المنصر اتفاقيات اتذنا مجمع اتفاق أيضا تجل تشکرًا اتفاقيات الى التواصل الشاختزية اتفاقيات ادفاق قسم سيديد او سواء الالعدادات حسنا اتفاقية مجمع بشكل موازات افريقين اتفاقية جمع تستخدم رد النقطة اتفاقات فيه رببطة جمع يتم عدة افريق textile وعرفت محطة ميناء الضر البيضاء اليوم الجمعة تتشين المقر الدائم للاتحاد الدولي لسكك الحديدية فرع إفريقيا تتكلم بالتدبير كل ما يتعلق بالتحاد الدولي لسكك الحديدية فرع إفريقيا وكذلك نقوم تقريباً بطريقة دورية كل سنة في مغرب بتكوينات كتخص الصيانة لسكك الحديدية وكذلك السلام والأمن للقطارات افتتاح الفرع الجديد الإفريقي للاتحاد الدولي لسكك الحديدية جاء بعد أن تم نقله من تونس العاصمة صوب مدينة البيضاء وذلك بحضور بعض وزراء النقل الأفارقة وكبار مسؤول قطاع النقل السككي في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر